طيب الأهل مبارح زي ما قلتلكم استطلع هلال الدوري حقق فوز مهم جدا تقدم للصدارة صحيح متساوف الرصيد مع البرامد لكن الأهل بيتفوق نسبيا أو بشكل محتمل لأنه لعب مطشين أقل من بيرامد فعنده فرصة إن شاء الله في مواصلة مسيرته الفوز تباع بإذن الله بكل مباراة حتى يتمكن من الاحتفاظ باللقب والفوز بالدرع الغالي جدا هذا الموسم دون الحاجة إلى مساعدتها يا 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 أنا أبقى الناس عايزين نتوقف قدام اللقطة دي كرة دي هتهلم الأولى شوارب لأنه دي جريمة حصلت مبارح وهقول لكم إيه سببها جيرالدو بالمناسبة فضل بعد اللطشة دي فاقد الزاكرة لغاية الساعة واحدة بالليل يمكن حتى مرت اللي صارت المدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال إن هو اللعب فاقد الزاكرة ومش حعرف حاجة عن المباراة ولعل حصل الجهاز الطبي قال إن هم فضلوا متابعينه بدأ يستعيد الزاكرة شوف السرعة بص السرعة بتاعت بص داخل فيه فاخده في دماغه يعني هو لا سباق السرعة بس أنا عايز أقولك إمكانات اللعيبة طبعا ربنا يصر عليه والحقيقة لعيب سريع وجريء وشجاع وعنده شخصية ناس كتير كانت تكش تحط دماغه لكن هو كان عايز يأخذ كوره كان عايز يهيئها قبل ما فالحقيقة يعني إيه ده إيه ده بصر تطاوم الحارس محمد بسان بيه برقبته داخل في دماغه كل خبراء التحكيم لما تكلموا في الواقع دي لأنه طرد طرد أولا أنت اديت فرصة للعبة عشان الفريق يستفيد منها ده قانون برافو بس الجريمة دي عملت فيها إيه ولا حاجة لعب فقد زاكرة بالمناسبة كان مرة كرة مشتركة للشناوي هو في الزمالك فاكر اللعب ليو برضو الكنغولي ده جاله شلل رباعي آه 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 في ارتطام مماثل انبارح جرالدو فضل فقد زاكرة لفترة طويلة لا ربنا ستر عليه طبعا آه فأنتم تخيلين أن الكرة دي ما فيهاش كارت أصفر